مهما كان سوء حال مخيم اللاجئين الصوماليين في كينيا قد يكون أفضل من العيش في ظل الحرب والجفاف الذين يفتكان بالصومال يوميا يلجأ إلى مخيم داداب 1300 شخص بينهم 800 طفل لكن الرحلة من الصومال إلى المخيم قصة أخرى الوصول إلى المخيم يستغرق نحو ستة أسابيع سيرا على الأقدام وخلال المسير قد يموت أحد أفراد العائلة ومن يكتب له النجاة يصل إلى المخيم مغطب القروح والدم بسبب السير حفات نهيك عما يعانيه اللاجئ من سوء التغذية والجفاف والتعب رأينا أطفالا بعمر الثلاث أو أربع سنوات يشقون طريقهم في الصحراء وتحت الشمس اللاهبة للوصول إلى داداب هاربا من الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وضعت ملايين الأشخاص في دائرة الخطر في شرق إفريقيا منظمة أنقذ الأطفال تقول أن عدد الوافدين تضاعف في سنة واحدة فالمخيم يؤوي 350 ألف شخص إلا أنه مهيئ لاستقبال 90 ألف شخص فقط أما برنامج غذاء العالمي التابع لأمم المتحدة فقدر عدد السوماليين متضرين من الجفاف بمليونين ونصف المليون معظمهم يعيشون جنوبية البلاد لكن هناك أكثر من مليون شخص يصعب الوصول إليهم فالبرنامج أوقف عمله في جنوبي البلاد بعد أن طلق تهديدات من حركة شباب المجاهدين التي تسيطر على المنطقة وإذا كان الحال في المخيم أفضل من أي شيء آخر فهناك مخاوف من ازدياد الوضع سوءا مع استمرار القتال والجفاف وتوافد اللاجئين علامكي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر